نروح لنادي بيراميدز بيراميدز اللي في خمسة أعوام لم يفوز ببطولة حتى الآن وتحدثت معكم عن بيراميدز وهكمل كلامي عن بيراميدز بس بعد ما أولوكم الأرقام دي 2019 خسارة كأس مصر أمام الزمالك 2020 خسارة الكنفدرالي أمام نهضة بركان المغربي 2022 خسارة كأس مصر أمام النادي الأهلي 2022 خسارة السوبر المصري أمام النادي الأهلي وهنا هقف قليلاً عند نادي بيراميد الذي يستحق من الجميع كل التحية والتقدير كل التحية والتقدير فرقة من ثلاثة أيام كان مودع دوري مودع بطولة الكنفدرالي الأفريقية فرقة لسه خسرانة قبلها نهاية كأس مصر من النادي الأهلي حالة فنية وبدنية مش في أفضل شيء حالة معنوية طبعاً مش في أفضل شيء ورغم ذلك وافق على المشاركة في مباراة السوبر المصري وافق على إخراجها بشكل مشرف لكرة القدم المصرية لعبة بشرف ولعبة بحماس شديد جداً لحظ البطولة خلانا نشوفه الشريك رئيسي وأساسي في متعة هذه المباراة وشكلها المشرف وبالتالي استحق بيراميدز كل التحية والتقدير على مدار خمس سنوات لم يفوز بيراميدز حتى الآن ببطولة تحدست في هذا الأمر من قبل وقلت إنه بيراميدز في عملية البناء عملية بناء الفريق عملية بناء الفريق ما تعملتش تدريجياً مش فريق في شباب وفريق في لعبين صادين ولعبين عندهم طموح وإسرار على فوز وبطولات لا هو بيراميدز لما جي ابني قالك أنا هجيب نجوم من الدنيا هجيب أفضل لعبين في مصر وخارج مصر عادة الأمور دي مش بتنجح بس بيراميدز كنادي لا عمل حالة في الكرة المصرية أضاف للكرة المصرية طبعاً بقت تستنى مبراط الأهلي وبيراميدز الزمالك وبيراميدز بقى منافس أساسي دايماً للأهلي والزمالك على كل البطولات حتى لو مجرد منافس فده نجاح مين كان بينافس الأهلي والزمالك على فترات طويلة مفيش كان الأهلي والزمالك يبقوا في الجدول اتنين فوق كده الواحد يوم والباقي كله تاعد إلا استثناءات يعني شوال إسماعيلي يخش شوال مصر يخش آه مصر مقصة في السنة استثناءية يخش استثناءات لكن العادي كان الأهلي والزمالك لوحدهم بيلعب لوحدهم في الدور اهو بيراميدز دخل زق وبعد يهدخل فيوتش وبعد يهدخش عنده مفيش مانع بس المهم يكون النادي تأسيسه قروياً بيراميدز يعد من أوضاعه دي في الفترة اللي جاية وأعتقد هو تعلم الدرس على مدار خمس سنوات وفي كل الأحوال زي ما قلت لكم كسامنا نادي في مصر يضيف لقرة القدم المصرية بكل تأكيد